في خانة الإصلاح اختارت حكومة مواجهة التحديات وضع تعين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أعلن وزير الطاقة ريمو غجر أن أعضاء المجلس لا يخضعون لأي آلية قانونية سوى مراعاة الوفاق الوطني ومع ذلك يزيد أنه اعتمد آلية شفافة وقوامها ثلاثة شروط الكفاءة وعدم تضارب المصالح ويكون المرشح مقيما في لبنان وقبل يوم من جلسة التعيينات كان غجر قد كشف للجديد أن من أصل مائتين وثلاثة وستين مرشحا اثنان وخمسون راع الشروط كافة وبناء عليه قدم الأسماء الثمانية عشر بحسب أعلى نتائج حصلها المرشحون ولكن ما أن انتهت الجلسة حتى انتفت نظرية الآلية الشفافة وتغط نظرية المحاصصة كيف؟ سألنا وزير طاقة لما تم اختيار الأول بطائفتين تبين أنه الأول هو لا يمكن أن يكون متواجد في لبنان بشكل دائم لأن هذا الشرط من شروط التعيين أما بالنسبة للدرزة فهو لسبب بسيط تم إدراج اسمه من خارج الآلية وبالتالي أوصل عدد من الأسماء قصرا إلى المرحلة النهائية كي يفسح في المجال أمام من تنطبق عليه المحاصصة وعليه سنعرض بعض الأسماء على سبيل المثال لا الحصر في الطائفة الدرزية كان اتفاق ضمني بين أرسلان ووزير الطاقة لتعيين مالك بوغنام إلا أن الأخير أضيف من خارج الآلية ما لاقع اعتراض بعض الوزراء فكانت ضرورة الاتفاق على اسم ثاني وكان سامر سليم الاشتراكي ما أدى إلى الهجوم الذي شنه الوزير السابق صالح الغريب على من سماه أدسن غجر في الطائفة السونية والأرثوذكسية اعتمد الأسلوب الملتوي نفسه فأدرج اسم مرشحين غير مقيمين في لبنان ومنهم على سبيل المثال نيكولان نخل الذي يعيش في كندا منذ ما يزيد على عشر سنوات ليصار إلى اختيار اسم آخر فكانت من حصة الاشتراكي والتيار الوطني الحر وكانت النتيجة ثلاثة أعضاء ورئيس مجلس إدارة من حصة الوطني الحر من بينهم شادي كريدي المنتسب والقيادي في التيار وعضوان من حصة الاشتراكي طارق عبدالله وسامر سليم وعضوان من حصة حزب الله وهو حسين سلوم تعينات محاصصة مثل تعينات التي كانت تحصل قبل تفاوض ومساومات مقابل أمور أخرى يمكن ما بعرف لكن لا تدل أبدا على الإصلاحات الحقيقية بل هي إصلاحات شكلية إن لم تكن هذه التعينات بحاجة إلى آلية فرئيس الجمهورية ذهب أبعد من ذلك طالبا إلى المجلس الدستوري إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى الذي أتى بمحاولة لمنع المحاصصة السياسية الذهاب لإبطال هذا القانون بذريعة دستوريته أو عدم دستوريته لأنه لا يراعي دستورية دور الوزير الذي يعتبر أو يعتبره البعض السلطة المطلقة وكأنه ملك بإدارة كل الشؤون لا هذا شيء مش مصبوط أولا بالمقاربة عم تدل للعالم أنه نحن ضد الخطوات الإصلاحية هذه وما بدنا نعملها الخطوات الإصلاحية وبدنا نخلي السلطة السياسية هي التي تتحكم بالتعينات تاليا عم نقول أنه نحن بدنا نخلي القرار أدر الإمكان بيد وزير واحد سلطة سياسية وحدة عقب يوم واحد من التعينات الإصلاحية المفترضة خرج وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان بخطاب حاد لا يوحي بأن الغرب أو الشرق أو المجتمع الدولي عموما أخذ محاولة الإصلاح هذه على محمل الجد ولا يبدو أنها إصلاحات إلا لحكومة واهمة لايال فعد قناة الجديد